بسم الله الرحمن الرحيم دراسة الكائنات الحية الدقيقة لمعرفة أنواعها وصفاتها ووظائفها وقلنا أن علم المايكروبيولوجي ده علم حديث وليس علم قديم ارتبط اكتشافه باكتشاف الماكروسكوب الضوي وسردنا لكم أهم العلماء اللي سهموا في تطور علم المايكروبيولوجي قلنا على رأسهم العالم أنتوني فان ليفن هوك مكتشف الكائنات الحية الدقيقة والعالم لويس باستير مؤسس علم المايكروبيولوجي والعالم روبرت كوخ هو أول من وضع أصص التحضيرات البكتريولوجية وأيضا هو مكتشف مايكروب السل والكلرة وبعد كده تطرقنا بالدراسة لمعرفة الأهمية الاقتصادية للكائنات الحية الدقيقة قلنا خدنا منها المنافع وخدنا منها أيضا الأضرار وبعد كده بدأنا نلقي نظرة عامة على أهم المجميع الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في التربة خدنا منها البكتريا وعرفنا عن إيه بكتريا كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوء العادي تمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام السنائي البسيط وقدراتها على تحليل المواد العضوية وخدنا أشكالها كرو وعصى وحلزوني وأيضا أنواع الحركة بها خدنا حركة بالأصوات والحركة الإنزلاقية والحركة البريمية أو الصعبانية وبعد كده خدنا تركيب الخلية البكترية وأيضا أسمنا البكتريا لقسمين على حسب مصادر الكربون والطاقة قلنا بكتريا عضوية التغذية وبكتريا معدنية التغذية وبعد كده خدنا الفطريات وبعرفنا الفطريات وقلنا أقسام الفطريات على حسب نوع التكاثر الجنسي قلنا فطريات بيضية وزيجية وأسقية وبازدية وأيضا ناقصة وأسمناهم أيضا على حسب طريقة حصولها على الغذاء قلنا فطريات متطفلة وأيضا مترممة واخدنا تركيب خليط الفطر واخدنا مثال للفطريات اللي بتعيش معيشة تكافلية على جزور النباتات اللي هي فطرات المايكورايزة وقلتلكوا ركزوا عليها في منها نوعين مايكورايزة داخلية ومايكورايزة خارجية ولازم تعرف او تعرفوا عزاء الطلبة والطلبات الاهمية الاقتصادية او فوائد المايكورايزة بالنسبة للنبات وبعد كده اخدنا الطحالب وعرفنا اقسام الطحالب واسمناها على حسب اللون الاكتر من قسم الاهمية الاقتصادية للطحالب وبعد كده اخدنا الفيروسات وعرفنا ان الفيروس ده ابسط كائن موجود على وجه الارض وهو في نفس الوقت هو اخطر كائن موجود هو عبارة عن جسيمات متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة ولا حتى يمكن رؤيتها بالميكورسكوب الضوء العادي ولكن يمكن رؤيتها بالميكورسكوب الالكتروني واحنا قلنا ان الفيروس مكون من مكونين اتنين فقط اللي هو غلاف بروتيني وحامض نوي هو بيغزو خلية الكائن الحي لكي يتقاصر وينقسم ويدمر خلية الكائن الحي وابسط مثال كلنا هو حديث الساعة اللي هو كوفيد ناينتين او المعروف اعلاميا بفيروس كورونا شايفين المدى الخسائر الفادحة اللي حققها هذا الفيروس بالنسبة سواء على الصعيد الطبي او على الصعيد الاقتصادي كل ده عبارة عن كائن حي دقيق متناهي في الصغر بعد أن الفيروسات لأقسامها الرئيسية على حسب نوع العائل قلنا فيروسات نباتية يعني بتصيب النبات فيروسات حيوانية بتصيب الحيوان والانسان مجموعة لقيمات الكائنات الحية الدقيقة وبعد كده خدنا الاهمية الاقتصادية للفيروسات وبعد كده اخر حاجة خدناها اللي هو تطراقنا بالدراسة لمعرفة البروتوزو او الحيوانات الاولية قلنا دي تتبع المملكة الحيوانية وبتتغز على البكتيريا وقسمنا البروتوزو او الحيوانات الاولية لأربع اقسام رئيسية على حسب نوع الحركة قلنا مجموعة الصوتيات مثل الترايبون وصومة مجموعة زوات الاقدام الكاذبة مثل الاميبة مجموعة الهدبيات زي البراميسيوم ومجموعة الجرسميات زي الحيوان الاولي اللي بيسبب للانسان مرض الملاريا اللي احنا بنقول عليه بلازموديوم الملاريا واخدنا الاهمية الاقتصادية للبروتوزو قلنا البروتوزو لو كانت حتصيب بكتيريا نافعة فهي بالنسبة لي ضارة ولو كانت حتصيب بكتيريا ضارة فهي بالنسبة لي نافعة تعالوا بنا اعزائي الطالبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنستعرض فيها جزئية مهمة جدا جدا وهي ايضا حديث الساعة الا وهو التعقيم حناخد نعرف يعني تعقيم حنعرف مع بعض ايه هي اغراض التعقيم وحنعرف مع بعض ايضا طرق التعقيم وايه هي الاجهزة التي يمكن استخدامها في اجراء عملية التعقيم تعالوا بنا اعزائي الطالبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم ونعرف يعني ايه عملية التعقيم التعقيم تعريفه هو عملية الغرض منها الابادة الكاملة لجميع المايكروبات الحية الموجودة بالادوات والمواد سواء كانت على الحالة الخضرية او على الحالة الجرثومية وعايز اعرفكو بس الفرق بين الحالتين الحالة الخضرية معناها الخلية عندما توجد في ظروف بيئية ملأمة بينما الحالة الجرثومية معناها انه الخلية تعرضت لظروف بيئية غير ملامة وبالتالي تحولت من الصورة الخضرية الى الصورة المتجرسمة وهي الجرثومة خلية ذات جدار سميك او محاطة بجدار سميك نسبة الرطوبة فيها لا تتعدى الخمستاشر في المي طيب ده التعريف طيب لو قالك في الامتحان اعرف التعقيم ثم تكلم عن اغراض التعقيم الاغراض خلي بالكم غير الطرق انا بعمل تعقيم الغرض منه ايه غير كيفية اجراء العملية نفسها الغرض من التعقيم الي هو انا ليه بعمل عملية التعقيم بينما الطرق مقصود بيها كيفية اجراء عملية التعقيم نفسها طب ايه هي واقع الأغراض نستعرضهم مع بعض عزية الطلبة والطالبات اول حاجة بيستخدم التعقيم في الاغراض او في الاعمال البكتريولوجية خاصة عند عزل وتنقية الميكروبات وحفظها الكلام الكبير ده يا دكتور لا مش كبير ولا حاجة تعالوا وانا اقول لكم الكلام ده بطريقة بسيطة ومختصرة كلمة عزل يعني فصل كلمة عزل يعني ايه يعني فصل يعني انا بفصل الانواع النافعة عن الانواع الضر طب انا بعمل ليه بالانواع النافعة بستخدمها في الصناعات اللي انا قلت عليها في اول حلقة اللي هي عبارة عن ايه تدخل في صناعة الخبز تدخل في انتاج بعض المركبات الكاموية زي الكحول الاسيلي زي الفيتامينيات زي المضادات الحيوية الانواع الضرق قلنا هي اللي بتسبب امراض للانسان والحيوان والنبات يبقى انا بعمل عملية عزل يعني بفصل الانواع النافعة عن الانواع الضرق طب الغرض التاني الغرض التاني في الاغراض الطبية اي مكان بتجرى في عملية جراحية العملية الجراحية دي لابد ان تجرى في ظروف التعقيم طب الظروف دي فايدتها ايه ان انا بقلل بقدر الامكان الحمل الميكروبي اللي موجود على الادوات اللي انا هاجري بها العملية او حتى المكان اللي حيتم فيه اجراء العملية لمنع وتقليل التلوث بالميكروبات الضرق طيب الغرض التالت في مجال مصانع الاغذية او في مجال الاغذية وده الهدف منه التخلص من الميكروبات الموجودة بالمواد الغذائية وحفظها لاطول فترة ممكنة تعالوا بقى نتطرق للجزئية التانية اللي هي الطرق احنا كده اخذنا الاغراض قلنا في الاغراض البكتريولوجية في الاغراض الطبية وفي مجال الاغذية تعالوا بقى نشوف الطرق ازاي نجري عملية التعقيم نفسها اول حاجة انا عندي تلات اغراض فبالتالي عندي تلات طرق التلات طرق دول انا هعمل لكم لهم ملخص كده بسيط وحتلقوا المادة بالنسبة لنا مادة شيقة لان انت بتخاطب بيولوجي كائنات لعين المجردة كائنات موجودة معك في كل مكان موجودة في الغذاء اللي انت بتتناوله موجودة في الماء اللي انت بتشربه موجودة على اجسامنا من الخارج ومن الداخل موجودة في كل مكان في المياه في الهواء في التربة موجودة في كل مكان بالملايين وبعداد ضخمة بالمليارات تفوق اعداد حي اخر اول طريقة من الطرق التعقيم اللي هو الطرق الفيزيائية من اسمها فيزيائية يعني طبيعية بتشمل حاجتين اول حاجة ممكن استخدم الحرارة وحنعرف انواع الحرارة المستخدمة في اجراء عملية التعقيم وايضا الاشعاع وحنديكم دلوقتي امثلة للاشعة المؤينة التي تقوم بالقضاء على خلية الكائن الحي الممرض بعد كده الطرق الكيميائية اللي هي حديث الساعة اليومان دول الكحول الديتول الفينول كلوريد الزبقيق كل ده هناخد لها امس المرشحات البكتيرية اللي احنا احيانا بنطلق عليها اسم التعقيم الميكانيكي لو جالك في الامتحان اذكر المصطلح العلمي الدالة على العبارة الاتية هو الازالة الميكانيكية للميكروبات الموجودة على المواد والادوات كلمة ازالة ميكانيكية مقصود بها ان انا بافصل الميكروب من المكان المتواجد فيه فده بيطلق عليه التعقيم باستخدام المرشحات او بنقول عليه التعقيم الميكانيكي طيب تعالوا نستعرض مع بعض جزئية مهمة جدا ناخدهم بقى بالتفصيل اللي هو الحرارة الحرارة كم نوع يا ولاد الحرارة نوعين الحرارة نوعين نوع بنقول عليه الحرارة جافة ونوع بنقول عليه الحرارة الراطبة طيب تعالوا نعرف ليه احنا بنستخدم التعقيم بالحرارة لانه هو بيعتبر ارخص الطرق واكثرها شيوعا وزي ما قلتلكم من شوية بينقسم الى نوعين الحرارة الجافة والحرارة المصحوبة برطوبة اللي احنا بنقول عليه التعقيم بالبخار الساخن بعد كده النوع الثالث اللي هو التعقيم باستعمال درجات حرارة اقل من الانت تقدروا تقولوا عليهم كده بينقسين اللي هو الباسترة فاكرين لما قلنا العالم الفرنسي لويس باستير اللي احنا قلنا عليه درائد ومؤسس حقيقي لعلم المايكروبيولوجي ومخترع لعملية الباسترة باختصار شديد جدا هو تسخين السواء للعضوية سواء كانت عصائر سواء كانت البان ايا كان نوع الساءل العضوي على درجة حرارة دون الوصول لدرجة الغلان او اقل من الغلان يعني تقريبا بتكون حوالي من ستين الى سبعين درجة مئوية ثم بعرض هذا السائل الساخن الى التبريد المفاجئ وبالتالي بيحصل تشوك او بنقول عليها صدمة لخلية الماكروب وبيموت لانه تعرض لظروف باية غير ملامة وحافظ على القيمة الغذائية للسائل للسائل العضوي اللي انا عملت له عملية بسترة وايضا بتخلص من المايكروبات الضار انتوا عارفين انه عملية الغلايان للالبان او الاستوال العضوية او حتى للمواد الغذائية بتفقدها الكثير من العناصر الغذائية ومن قيمتها الغذائية تعالوا بقى عزيزة الطلبة طويق الطالبات من تترك لجزئية تانية اللي هو التعقيم بالحرارة الجافة عيوبه انه بيحتاج لحرارة عالية ومدة طويلة طب هو بينقسم لكم نوع اول نوع عندنا استعمال اللهب المباشر يعني لهب مباشر يعني حرارة مباشرة يعني اداء اللي انا عايز اعمل لها عملية تعقيم وحطها مباشرة في النار وبالتالي بتموت الكائنات المايكروبية او الكائنات الحياة الدقيقة الموجودة عليه تعالوا بقى نستعرض مع بعض كده في شاشتنا المتميزة شاشة التلفزيون المصري هنقول اللهب المباشر ده لهب بيستخدم لتعقيم الابر التلقيح بيبقى لها عقدة احيانا من الطرف وده بتستخدم في عزل وتنمية المايكروبات المختلفة وايضا ممكن استخدم الشراحة الزجاجية ممكن استخدم فوهات الانبيب بتاعة المزارع اللي انا بنميها على بيئة الاجار المائل وبمررها في لها بعدة مرات وبالتالي بتتم عملية التعقيم لها تعالوا نستعرض النوع التاني ادي صور معنا ليه ادي لها بنزن ده بيستخدم في التعقيم وادي الابرة اللي انا لسه يلكوا عليها من شوية ده ابرة التلقيح ذات العقدة شايفين العقدة الطرفية دي دي باخد بها مسحة من المستعمرات اللي نمي على بيئة الاجار المال وبعمل لها نقل في اطباق بتري يعني دي بتستعمل في عملية العزل وفصل الخلايا الكائنات الحياة الدقيقة طبعا دي برضو اجهزة من اجهزة التعقيم ولو انتو ركزتوا بقى في الصورة ده اسمه المعقم بالهواء الساخن طب تعالوا بقى نشوف ايه هو المعقم بالهواء الساخن ده اللي الدكتور قال لنا عليه ده عبارة عن ايه عبارة عن جهاز المعقم بالهواء الساخن بيستخدم في تعقيم الادوات الزجاجية اللي بتتطلب استخدامها في صورة جافة ولا يمكن تعقيمها في اللهب المباشر زي ايه زي طبق او اطباق بيتري طب اطباق بيتري دي انا هتعرض لها بعد كده طبعا ده انت معاك في المايكروبيولوجي لانها بتستخدم في تنمية وعزل واكسار الكائنات ومستعمرات الكائنات الحية الدقيقة سواء كان مستعمرات بكترية او مستعمرات فطرية الطبق ده بيعد بعبارة عن طبق من الزجاج ولغطاء محكم عليه كده وده بيممكن ان انا عد من خلاله لانه زجاجي شفاف بعد من خلاله المستعمرات النامية على بيئة الاجار او بيئة المرط المغازي طيب درجة الحرارة المستخدمة كام درجة الحرارة المستخدمة بتتراوح بين مية وستين الى مية وثمانين درجة مئوية طيب امتى مية وستين وانت تكون مية وستين لو انا هعمل عملية التعقيم على مدار الساعة كاملة طيب لو كانت يبقى حقلي المدة وحخليها نصف ساعة فقط لو جالك اكمل في الامتحان وقال لك درجة الحرارة المستخدمة في المعاقم بالهواء الساخن نقط ونقط ويستخدم في تعقيم نقط بيستخدم في تعقيم اطباق بيتري والمصات والادوات الزجاجية طيب تعالوا نستعرض النوع التاني اللي هو التعقيم بالحرارة المصحوبة برطوبة اللي هو البخار الهواء الساخن او بخار الماء الساخن انا بجيب جهاز وبحط فيه ميا وبعمل لها عملية تسخين ده ببساطة شديدة جدا وبعمل لها عملية تسخين عندما يتصعد البخار الساخن بكون حاطة الادوات بتاعت اللي انا عايز اعقمها درجة الحرارة البخار الساخن بتؤدي الى قتل معظم المايكروبات الموجودة على المواد والادوات تعالوا نستعرضها مع بعض هنا بيعتبر اكفأ في قتل المايكروبات ومدته او مدة التعقيم بتكون اقل لو قال لك علل في الامتحان ليه التعقيم بالرطوبة او بالحرارة المصحوبة بالرطوبة من اكفأ الطرق ومدته بتكون اقل هتقول له ان الرطوبة بتساعد على تخل الحرارة لجسم المايكروب وتؤثر على بروتوبلازم الخلايا المايكروبية مما يؤدي الى موت الخلية المايكروبية تعالوا بقى ناخد النوعين عندي في التعقيم بالبخار في تعقيم بالبخار اللي هو تعقيم بالهواء الساخن وفي تعقيم بالبخار تحت ضغط تعالوا نشوفهم مع بعض التعقيم بالبخار يعني درجة الحرارة اللي عندي بتكون ايه يا ولاد بتكون 100 درجة موية والجهاز المسمى في العملية دي بنقول عليه جهاز ارنولد وبيطلق على هذه العملية التعقيم المتقطع وممكن يجي لك سؤال عالي في الامتحان وحجوب وحجوب على السؤال هنا بإذن الله في الجزئية دي ما فيه السؤال ان شاء الله بإذن الله في مادة المايكروبيولوجيا او في المواد اللي أنا بدرسها لكم كلها هتتعرض له آخر العام إلا ما هنكون خدناه في شاشتنا المتميزة شاشة التلفزيون المصري تابعوني على شاشة التلفزيون المصري وأيضا على موقع قناة مصر التعليمية على اليوتيوب أي سؤال انتو حابين انتو تتواصلوا معنا على موقع اليوتيوب او على التليجرام احنا على استعداد تام لتقديم الخدمة التعليمية لابنان الطلبة والطالبات طيب درجة الحرارة اللي عندي قد درجة الحرارة مية يبقى صح وغلط يبقى هي درجة الحرارة مية لو قالك اكتر من مية يبقى غلط اقل من مية اللي هي درجة غليان المياه حتى سموها البخار بيغلي او بيتصاعد عند درجة الغليان طيب المدة المدة بحسب على ساعة 20 دقيقة بعد تصاعد البخار يعني بعد الوصول لدرجة غليان المياه تعالوا بقى نشوف ليه سمينا التعقيم المتقطع انت وعدتنا يا دكتور ايوان وعدتكم وعلى قد المسئولية وحاجه وابلكوا على السؤال ليه بقى يسمى علل يسمى التعقيم في جهاز ارنولد بالتعقيم المتقطع تعقيم متقطع ليه اولاد لانه انا بعقم الادوات اللي موجود عندي على 3 ايام متتالية يعني مش على يوم واحد في اليوم الاول بعملي بجيب الجهاز وبفتح الغطاء وبحط الادوات اللي انا عايز اعقمها على الرف المعدني المسقب اللي موجود في الجهاز وابدأ اشغل الجهاز سواء بغلي المياه بتسخين بالكارباء او تسخين باللهب عندما يتصاعد بخار الماء يعني انا كده وصلت لدرجة حرارة مية احسب 20 دقيقة وبعد انتهاء العشرين دقيقة يعني تلت ساعة اعمل عملية وقف للجهاز وقف لعملية التسخين وبعد ان تبرد الادوات باخدها من الجهاز وحطها على من ضدة بجوار الجهاز يعني طربيزة يعني وانتظر يوم كامل يعني 24 ساعة ثم اجري واكرر هذه العملية مرة اخرى وفي اليوم التالت برضو بستنى يوم كمان وكرر العملية يعني انا التعقيم بتم عندي على ثلاث ايام متتالية في اليوم الاول بتم التخلص من الخلايا الخضرية وفي اليوم التاني بتم التخلص من الخلايا الجرسومية وفي اليوم التالت بتم تأكد من تمام جودة عملية التعقيم يعني انا هيبقى عندي ضامن انه الاداة اللي انا هستخدمها سواء كانت بيئات غزائية سواء كانت ادوات جراحية ايا كانت الاداة معناها ان الاداة دي معقمة ونظيفة وصالحة للاستخدام وخالية من الكائنات الحية المايكروبية الضارة يبقى لما يجيلك السؤال في الامتهاء هتعرف تجاوب عليه ان شاء الله هتعرف تجاوب عليه لان احنا بنبسط المعلومة وبندلك الخدمة تعليمية متميزة علشان خاطر انت هتبقى مدرب مهنيا لالتحاق بسوق العمل بعد التخرج بإذن الله وايضا طموحك العلمي ليس له حدود عندما تريد الالتحاق بالجامعات المصرية المختلفة تعالوا بنا اعزائي طلب وي الطالبات نتطرق لجزئية تانية اللي هو التعقيم بالبخار تحت ضغط على فكرة الجهاز ده موجود في معظم المنازل المصرية اللي احنا بنقول عليها حلة الضغط او حلة البخار او البريستون زي ما بقولوا كل دي مسميات لنفس الجهاز اللي احنا بنستخدمه في المعامل المايكروبيودي وفي معامل الالبان وفي معامل الصناعات وفي مصانع الاغذية اللي احنا بنقول عليه بينك وسين كده الاوتوكلاف اوتوكلاف يعني جهاز بتم التعقيم فيه تحت ضغط يعني بخار محبوس داخل الجهاز والادوات بتتعرض لضغط عالي جدا تقريبا بيكون واحد ونص رطل على البوصة المربعة ودرجة الحرارة المستخدمة في الجهاز بتزيد عن مية درجة موية تقريبا فيه رنج بيبقى حوالي مية وعشرين درجة موية ما تيجو بينا عزاء الطلبة نستعرض الكلمتين دول مع بعض على شاشتنا المتميزة الجهاز المستخدم بيسمى الاوتوكلاف او المعقم بالبخار المضغوط وهو احسن واسرع وسائل التعقيم لانه رفع الضغط داخل الجهاز ده بيؤدي لرفع ايضا درجة الحرارة والضغط الجوي بيكون واحد خمساشر لطل البوصة المربعة يعني حوالي واحد ونص ضغط جوي والمدة بتتراوح من خمساشر الى عشرين دقيقة ده بيعمل علاقات للبكتيريا التي تتحمل درجات الحرارة العالية تعالوا ناخد التعقيم بالبخار تحت ضغط بيستعمل في ايه او الجهاز ده بيستعمل في ايه بيستعمل لتعقيم البيئات البكتيرية اللي بتتحمل الحرارة المرتفعة زي بيئات السكرات الوحدية واجار الجلوكوز والاجار المغزي وكذلك المواد الاتية ممكن اعقم في الجهاز وانا في شاشتنا المتميزة جاب لكم فيديو لكيفية تشغيل المعاقم بالبخار تحت ضغط او الاوتوكلاف اللي هو مشهور به في النطاق التجاري اللي هو الشاشة ممكن اعقم فيه الشاشة والقطن ممكن القماش ممكن المرشحات المختلفة ممكن الاغذية المعلبة واخر حاجة واهم حاجة وتركزوا عليها لانه موجود في الناس سؤال فيه كتاب الوزارة اللي هي مزارع البكتيريا المرضية عندما يراد التخلص منها يتم تعقمها به افتح كوس الاوتوكلاف والارنولد ولا لها بالمباشر لا انت تختار الاجابة الصحيحة لان انت طالب متفوق درست معنا مادة المايكروبيولوجي عبر شاشة التلفزيون المصري وانت دلوقتي حتبعنا بعد انتهاء الحلقات باذن الله على اليوتيوب وبالتالي انت هتكون المعلومة سبتة في ذهنك لاطول فترة ممكنة سواء معلومة نظرية او مادة تدريبية حتؤهلك لان انت تكون ماهر في اداء المهارات العملية اللي احنا هنعملها باذن الله مع بعض في حلقات برنامجنا برنامج المايكروبيولوجي تعالوا بقى نستعرض نقطة مهمة جدا 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 اللي انا لسه قيلها من شوية بس احنا كتر التكرار بعلم الشطار اللي هو التعقيم باستعمال درجات حرارة اقل من الغلان اللي هو التعقيم او بنقول عليه البسترة بتستخدم في ايه بقى الدرجة دي بتستخدم في تعقيم سيرام الدم درجة الحرارة المستخدمة 57 درجة موية لمدة ساعة على مدار 8 ايام متعاقبة يعني متتالية والمزارع البكترية المحتوية على لقاحات طبعا تعرفين يعني ايه اللقاحات دلوقتي حديث الساعة اللي هو لقاح كورونا والمصل وازاي نفرق بين اللقاح والمصل طبعا دي قصة كبيرة جدا اللي انا عايزكم تعرفونه انه اللقاح بيكون محتوي على الميكروب بينما المصل بيكون محتوي على الاجسام المضادة وده في حالة تفشي الوباء انما اللقاح بيبقى لسه الوباء في بدايته فبيخش جوه جسمك الميكروب وجسمك بيبدأ يعمل اجسام مضادة على قد الميكروب وبتتخزن فيه الزاكرة اللي هي خلايا المناعة بالزاكرة وبالتالي عندما يهجمك بقى الميكروب في صورة قوية فجسمك الجيش بتاع جسمك جيش المناعة بيكون مستعد للقضاء على هذا الفيروس لانه هي بالزبط كده عاملة زي القفل والمفتاح الميكروب والجسم المضاد اول ما بيخش جسمك بيبدأ عملية كاتشنج او بيمسك هذا الميكروب في مكانه يعني بيثبته وبالتالي بتهجمه كرات الدم البيضة او بنقول عليها الخلايا البلعمية الكبيرة طيب درجة الحرارة المستخدمة بتبقى حوالي ستين درجة موية في المزارع البكترية لمدة ساعة طب ليه يا ولاد انا بعقم السيرم على سبعة وخمسين ما زودش عن كده ده هو خلية حية يعني فيه بروتوبلازم وفيه جدار خلوي وغشاء بلازم خلايا حية لو تعرضت لرفع في درجة الحرارة عن كده فبيحدث لها عملية تخصر وبالتالي ترسيب للبروتين وبتموت الخلية الحية مباشرة فانا لازم اتوخ الحذر عند اجراء هذه العملية فبحس بالمدة وبحس بالدرجة بالقدر اللي مكتوب عندي هنا بالتحديد تعالوا بقى عزاء الطلبة والطالبات ناخد النوع التاني من الطرق الفيزيائية احنا اخذنا كده الطرق الفيزيائية اخذنا النوع الاول اللي هو الحرارة قلنا الحرارة نوعين حرارة جفة وحرارة رطبة وتسخين تحت درجة الغلايان قلنا في الحرارة الجفة عندي جهازين او عندي نوعين الليها بالمباشر والمعقم بالهواء الساخن طب النوع التاني قلت اللي هو الحرارة المصحوبة بالرطوبة يعني البخار الساخن فيه منه البخار المفتوح اللي هو جهاز ارنولد ده التعقيم باستخدام البخار الساخن ودرجة الحرارة كام يا شطار درجة الحرارة مية المدة كام عشرين دقيقة طب سخن احسب المدة من بعد بعد ما توصل درجة الحرارة لدرجة الغليان احسب العشرين دقيقة طب اخد بعض وامش بعد اليوم الاول لا ده نستنى ثلاثة ايام متعقبة علشان كده سميته التعقيم المتقطع وبعد كده باستخدم بقى ايه باستخدم التعقيم متفع عن المية بتزيد عن مية لانه الضغط بزيد وبالتالي انا بضمن ان انا تخلص من المايكروبات بصورة اامنة طيب النوع التالت اللي هو الباسترة اللي هو بعقم بها سيرام الدم او المزارع البكتيرية على درجة حرارة ستين درجة ماوي تعالوا بقى نستعرض النوع التاني اللي هو التعقيم بالاشعة طبعا الاشعة موجودة في كل مكان حتى الشمس اللي هي مصدر الحياة تعرفين ليه انا بسم الشمس مصدر الحياة لانه انتعارفين وقلتلكوا في الحلقات اللي قبل كده انه الشمس هي اللي بتقوم او النبات بيمتص الاشعة الضوئية وحولها الماء 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 في وجود ضوء الشمس ضوء اساسي وفي وفي وجود مادة الكولوروفيل او البلاستيدات الخضراء او البلاستيدات الخضراء ده بيديني اول منتج غزائي على وجه البسيط اللي هو ايه اللي هو C6 H12 O6 اللي هو مركب سكر اللي هو سكر الجلوكوز وبيديني ايضا اكسجين وبيديني طاقة ده بيعمل على المحافظة على دورة العناصر في الطبيعة واحنا ان شاء الله في الحلقات المقبلة هناخد دورات العناصر سواء كان دورة عنصر النيتروجين او الفسفور او الكربون طيب الاشعة دي بتستخدم فيه بتستخدم لانه لها تأثير على البكتيريا وبتستخدم عمليات الدوحية وعنابر تعبئة الادوية وغرف التلقيح حد يقول يا دكتور ايه غرف التلقيح دي غرف التلقيح دي اللي هي بيتم فيها عزل وتنمية النافع عن الضر وبعض ايضا الصناعات الغذائية ومحطات الحجر الزراع ايه محطات الحجر الزراعي ده الكلام الكبير ده كلام ده سهل جدا جدا وموجود على ارض الواقع محطة الحجر الزراعي دي عبارة عن مكاتب بيشتغل فيها موظفين زي وبالزبط كده مؤهلين علميا وتقنيا ومهنيا علشان يقوم بوظيفته على اكمل وجه لانه ده بيعتبر خط الدفاع الاول الافات الضارة والمسببات المرضية الضارة بالانسان والحيوان والنبات فده حارس امني قاعد ياخد عينة من اي شحنة جاي لك من برا يفحصها سليمة تفضل عندنا مش سليمة بيتم رفض الشحنة وبترجع للدولة اللي صدرت لنا الشحنة وبالتالي انا بحافظ على الدولة المصرية او على الكتر المصري من دخول مسببات مرضية انه في مسببات مرضية وقافات زراعية تسربت الى الدولة المصرية في الاونة الاخيرة واحنا عامنين عليها حاليا ما يسمى بالحجر الزراعي الداخلي يعني بنحصرها في نطاق ضيق داخل الدولة المصرية علشان اتمكن من مكافحتها والقضاء عليها ومحاصرة البقرة المرضية اللي موجود فيها هذه المسببات المرضية ممكن حضراتكو تحط قدامك كده تارجت او هدف ان انت تشتغل في المكاتب دي في المواني في المطارات وتحصل على دخل كويس جدا بعد ما تخلص فترة الدراسة بتاعتك باذن الله يعرفني اعني حجر زراعي هنعوزه قدام علشان كده انا نوهتلكو نوهتلكو عنه في حلقة النهار ده طيب الاشاعة دي زي زي الاشاعة فوق البنافسجية اللي احنا بنقول عليها اليو في الانواع الاشاعة اللي تيجي على دماغ تكتبها بس احنا بنلتزم طبعا بالحاجات المقررة عندنا في كتاب الوزارة بتم الحصول على الاشاعة فوق البنافسجية من لمبات بتشاع تركيزات مرتفعة بيتراوح طولها الموجي بين 260 الى 270 ميلي مايو كرون تعالوا بقى نشوف النوع التاني والطريقة التانية واحنا بنستخدمها حاليا بكسرة وعلى نطاق واسع جدا وكل افراد الاسرة المصرية تعقيم 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 ليه التعقيم علشان اأتي الحاجة هتعمل لي لو انا سبتها هتعمل لي عدوى هتعمل لي مرض كل الاشياء دي من شأنها او كل الوسائل اللي انا بستخدمها او المواد الكيموية اللي انا بستخدمها من شأنها ان هي تصبت تكاثر الميكروبات وتقضي عليها في البقرة المتواجدة فيها هذه الميكروبات تعالوا نشوف بقى ايه المقصود باستخدام المواد الكيموية بتستخدم في تعقيم الادوات المايكروبيولوجية ولكنها بتستخدم في عمليات الحفظ والتطهير لفعلها المميت او المصبط لخلايا الاحياء الدقيقة تعالوا نشوف امثلة للمواد الكيموية اللي انا هستخدمها الكولوروفورم الكولوروفورم ده زي بالزبط استخدام درجة حرارة اقل من الغلايان بيستخدم في تعقيم وحفظ سيرام الدم الذي يستخدم في تحضير البيئات وذلك باضافته بنسبة كام خلي بالكم النسبة النسبة مهمة جدا ربع في المية يعني خمسة وعشرين من مية في المية ثم يتم التخلص منه بتسخين السيرام على درجة حرارة سبعة وخمسين درجة موية وبيتطاير الكولوروفورم وبيبقى السيرام معقبا ممكن يجي لك ابش مهندس سؤال علل في الجزئية دي يقول لك يقول لك علل يتم تعقيم سيرام الدم باستخدام الكولوروفورم هتقول له لانه الكولوروفورم بيتطاير على درجة حرارة سبعة وخمسين درجة موية ويترك السيرام معقما تعالوا بقى نشوف مثال تاني للمواد الكيموية اللي انا بستخدمها في عملية التعقيم حديث الساعة كحول الايسيل او الكحول الايسيلي ده بيستخدم بتركيز كام يا شطار بيستخدم بتركيز من خمسين لسبعين في منه تسعين في المية بس ده طبعا بيستخدم في نطاق المعامل لانه بيكون لأثار جانبية على الجلد والحاجات دي بيستخدم بتركيز من خمسين الى سبعين في المية في تطهير الايدي اي شوية رش كحول رش كحول او المناطق المختلفة في جسم الانسان وفكرة العمل بتاعة الكحول ازاي بموت المايكروب هو بيعمل على تجفيف الخلايا وسحب الماء منها وده بيعمل على تجمعها وتخصر البروتين وموتها يعني انا لما برش كحول معناها ان انا ممكن الخلايا بتاعة جسمي ايضا تفقد الماء اه طبعا لان انت بعد ما بترش الكحول بتلاحظ انه في جفاف لخلايا البشرة ولذلك لا يفضل استعمال الكحول مع العطور والادوات التجميل بكسرة لانه ده بيجفف البشرة من او بيفقدها النظارة والحيوية بتاعة البشرة لانه المايكروب زي ما احنا اتفقنا عبارة عن ايه عبارة عن كائن حي يبقى لازم جسمه يكون مكون من خلية حي مثله مثل النبات مثله مثل الانسان مثله مثل الحيوان تماما انت جسمك ده كله متكون في الاصل من خلية واحدة فقط نصها من الاب ونصها من الام الام 23 كروموسوم من الاب و23 من الام ويكون 46 كروموسوم يبدأ بعد كده تحصل عملية تضاعف وانقسامات ويكون لنسيج والنسيج بعد كده يتخصص في اداء وظيفة معينة ويدين يعضو وبعد كده العضو يتكون جسم الكائن الحي فاصل اي كائن حي بيكون عبارة عن خلية حية واحدة فقط تعالوا نستعرض مثال كمان اللي هو الفينول بيستخدم بتركيز كام من 2 الى 5 في المية وده بيستخدم في تطهير ارضيات الغرف والعيادات والمدارس بعد كده رابع حاجة عندنا من طرق التعقيم باستخدام المواد الكيميائية اللي هو الكيريوزول ده بيستخدم بتركيز 5% ده ممكن اطهر به ادوات الجراحة والمناضد اللي بتجرع عليها العمليات الجراحية خمس حاجة كولوريد الزئ بقيق او بنقول عليه محلول السليماني ده الاسم التجاري بتاعه ده بيستخدم بتركيز واحد من عشرة في المية في اغراض السطحي يعني التعقيم الخارجي وللمناضد والاجزاء النباتية المصابة بالامراض المختلفة بعد كده هناخد التعقيم باستخدام المرشحات البكتيرية اللي احنا قلنا عليه يا شطار لو انتم مركزين معايا اللي هو التعقيم الميكانيكي بتعتمد هذه الطريقة في التعقيم على ازالة خلايا الكائنات الحية الدقيقة من الوسط الموجودة فيه او الكامنة فيه باستخدام ايه باستخدام مرشحات خاصة بتتميز بانه مسامها لا تسمح بمرور البكتيريا وبذلك تمر السوائل من خلال المرشح وبتخرج معقمة طبعا التعقيم بالمرشحات بيستخدم فيه تعقيم الهواء والغازات بتمريرها فيه انابيا قطع من القطن المعقم او المرشح تعقيم السوائل والبيئات التي لا تصلح معها الحرارة او الكيمويات مثل الانزيمات والتوكسينات في الاغراض العلمية لحجز البكتيريا من السوائل لمعرفة ما بها من فيروسات طبعا احنا جايبين لكم صورة لمعقم من المعقمات وعندك لو قال لك من امثلة المرشحات البكتيرية نقط ونقط ونقط هتقول له مرشح زيتس ومرشح بيركفيلد ومرشح شمبرلند وعندك اسام كتيرة جدا عندك مرشح المسام الزجاجي وهكذا تعالوا ناخد بقى جهزة التعقيم احنا خدناها بس هنستعرضها في عجالة كده اول حاجة اللي هو المعقم بالهواء الساخن ده عبارة عن فرن كهربائي بيبقى فيه ارفف وليت سيرموستات لضبط درجة الحرارة اوتوماتيكيا وبيه ترمومتر وهو بيغطى الجهاز الخارجي للجهاز بمادة عزلة لتقليل فقد الحرارة جهاز ارنود زي ما قلت لكم اللي هو المعقم بالبخار او التعقيم المتقطع عبارة عن اناء استواني معدني ويكون مغطى ايضا بمادة عزلة بيوضع بداخله ماء وبه ارفف مسبت عليها البيئات المراد تعقيمها والجهاز بيكون لغطاء به فتحة لخروج البخار واخرى مسبت بها ترمومتر لقياس درجة الحرارة وفي الاسفل بتكون فيه حنفية لتوصيل الماء او صنبور وبتم تسخين الماء بالكهرباء حتى يصل الى مرحلة الغليان وتتعرض البيئات للبخار المتصاعد وتتم عملية التعقيم الجهاز التالت اللي هو الاوتوكلاف اللي احنا تكلمنا عنه عبارة عن اناء معدني سميك بيتحمل الضغط لغطاء سميك مسبت به مشابك لولابية وحوريكم فيديو دلوقتي للجهاز مركب عليه صنبور ومانومتر لقياس الضغط وصمام امان وترمومتر وبيوجد في قاع الجهاز علامة بيضبط عندها مستوى الماء قبل الاستعمال وبداخل الجهاز بتكون فيه ارفف مناسبة لوضع الادوات المراد تعقيمها وبيتم التسخين اما بالغاز او باستخدام الكهرباء فيه شروط واجب مراعتها عند استخدام الاوتوكلاف احفظوها كويس جدا 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 ان تكون كمية الماء كافية التأكد من خروج جميع الهواء الموجود بداخله او بداخل الجهاز قبل فتح او قبل قفل الصنبور الوصول الى الضغط المطلوب والمدة المطلوبة عدم فتح الصنبور او الغطاء الا بعد ان ينخفض الضغط اللي انا عملت كده في البيئات السيلة هيحصل لها فوران وممكن يجيلك سؤال عالل في الجزئية دي المواد المتعدلة بتحتاج لمدة اطول من الحموضية او القلوية لانه نسبة الحموضة او القلوية بتعمل على قتل المايكروبوت اخر حاجة معنا في الاجهزة اللي هو المرشح زيتس بيعتمد على اقراس من مادة الاسبستوس بتوضع فيه المرشح الذي يشبه القمع بتثبت بواسطة مسامير وقمة الجهاز بتكون عبارة عن قمع صغير بيوضع به المحلول وانا وردكو صورة لمرشح زيتس المراد ترشيح وبيثبت الجهاز في قمة دورك مخروطي دي طبعا ادي صور للاجهزة زي ما احنا معاودينكم بنجيب لكم المعلومة بالصوت والصورة ادي المعاقم بالهواء الساخن جهاز ارنولد الاوتوكلاف وادي صور مختلفة للاوتوكلاف الوفقي وفي الاوتوكلاف الرأسي هنشوف مع بعض بقى الفيديو هيبين لنا الزاي او ايه شكله الاوتوكلاف ده شايفين ادينا معدني مصنوع من مادة غير قابلة للصدق ودي الارفف المعدنية المسقبة بتم وضع الادوات المراد تعقيمها داخل الجهاز زي ما انتوا شايفين بالكايفية دي جهاز ده بيتحمل الضغط الجوي المرتفع حوالي خمستاشر رطل على البوصة المربعية يبقى لازم يكون اه الجدار الخارجي من مادة صلبة بتتحمل الضغط ودغطاء الجهاز مسبت فيه مانومتر لقياس الضغط وايضا ترمومتر لقياس درجة الحرارة شايفين المشابك اللولبية اللي بيتم قفلها دي دي بتعمل على تثبيت الغطاء الجهاز لانه الضغط الجوي المرتفع لو المشابك دي مش موجودة ممكن يحصل انه يتطير الغطاء ويحصل مشكلة داخل معمل المايكرو بيولوجي بعد ما بيتم قفل هذه المشابك اللولبية بإحكام بيتم بقى ايه توصيل الجهاز بالطيار الكهرابي او بالغاز وبتتم ضبط كمية الماء وإجراء عملية التسخين بعد كده بننتظر المدة المطلوبة وحتى خروج معظم البخار الموجود وبنقف للصنبور وبننتظر فترة لحين خروج معظم الغاز ادي شايفين بإجراء عملية التسخين المؤشر ده بيبدأ يرتفع حتى الوصول الى الضغط المطلوب شايفين وصل للضغط قد ايه الضغط ده بيبقى تقريبا 15 رطل على البوصل المربعة زي ما احنا اتفقنا وده طبعا البخار الزاد المتصاد عن الحاجة بعد كده انا بجري عملية قفل لهذا الصنبور وانتظر حوالي 15 الى 20 دقيقة في بعض الاجهزة بتبقى اوتوماتيكية او ازاتية بتحسب المدة بالصورة الذاتية وفي اجهزة تانية بتحتاج الى ان انت تقفلها يا دوين هناخد اخر حاجة في حلقة اليوم وحننوه عنها وحنستكملها ان شاء الله في الحلقات المقبلة اللي هي البيئات الغذائية كلمة بيئات الغذائية اللي انا بقدمها المادة الغذائية اللي انا بقدمها للكينات الحية الدقيقة لكي تحصل على غذاء وعمل لها عملية اكثار وتنمية طب تعالوا نعرفها كده مع بعض هي عبارة عن مواد كيموية عضوية او غير عضوية بتستخدم في تنمية واكثار الكينات الحية الدقيقة طيب فيه بقى سؤال يجيلك في الامتحان يقول لك عرف البيئات الغذائية ثم اذكر اهم الشروط الواجب توافرها في البيئة الغذائية اول حاجة من الشروط ان تحتوي البيئة على مصدر مناسب من الكربون والطاقة مثل السكريات اتنين بها مصدر مناسب من الناتروجين الغير عضوي زي الامونيا زي الناتروجين العضوي زي الاحماض الامينية بل غير عضوي زي الامونيا والعضوي بيكون زي الأحماض الأمينية طبعا أنتوا عارفين أن الأحماض الأمينية هي الأساس أنتوا فن معامل أو فن معامل هي أساس تكوين البروتين بتلتحم مع بعض بسلسلة عديد الببطايد وتكون لي البروتين سواء كان بروتين حيواني أو بروتين نباتي أو حتى بروتين بنقول عليه البروتين المايكروبي طيب شرط ثالث آه فيه شرط ثالث إيه هو يا دكتور تحتوي البيئة على مصدر مناسب من الأملاح المعدنية خدع بقى عندك اللي أنت عايز تقوله صوديوم كاليسيوم بوتاسيوم ماغنيسيوم أيا كان الملح المعدني اللي أنت عايز تضيفه زاتة بيئتش مناسب للنمو الكائنات الحقيقة إيه البيئتش ده إيه الكلام الكبير ده ده كلام سهل جدا 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 واخدناه يمكن فيه تلتة عداد كلمة بي يعني باور وإيه يعني هيدروجين يبقى باور وفي هيدروجين لما نيجي نترجمها بالعربي يعني تركيز أيون الهيدروجين في الوسط وأنا بقسم الأوساط لتلتة أقسام رئيسية على حسب البيئتش بتاعها في عندي وسط حامضي بيئتش أقل من سبعة وسط متعادل بيئتش بتاعه بيسوي سبعة وسط قلوي أو بنقول عليه قاعدي البيئتش بتاعه بيكون أعلى من إيه أعلى من سبعة خمسة يجب أن تحتوي البيئة على كمية من الرطوبة تناسب نمو الماكروبات طبعا أنتم عارفين أنه أي خلية حية سواء كانت حيوانية أو نباتية أو حتى ماكروبية لابد من توفر مصدر للماء لكي تبقى على قيد قيد الحياة طيب أنا عرفت الشروط طب هل يطرى البيئات دي لها همية طبعا لها همية وأنا أعملها كده اعتباطا أول حاجة بتستخدم البيئات في تنمية الماكروبات وإكسارها وحفظها زي ما أنا قلت في التعريف اتنين بتستخدم في دراسة خواص الماكروبات المختلفة يعني إيه خواص؟ يعني أعرف عندي الماكروب ده نافع الماكروب ده دار طب لهو هو نافع بيديني كمية مادة غزائية أو بيديني منتج صناعي أو منتج تجاري أستخدمه في الصناعات المختلفة زي مثلا مضادات الحيوية زي مثلا الكحول الإسيلي زي الخميرة زي حمض الخليك اللي احنا بنقول عليه الخل زي حمض الستريك كل دي منتجات هناخدها مع بعض في التخامرات الماكروبية في آخر المنهج وإنت ممكن من خلال شاشتنا دي تبدأ تفكر وتبتكر وتأصر ذهنك إزاي أنا أكون راجل أعمال ناجح من خلال دراستي لمادة الماكروبيولوجي بتفيد نفسك في الأول وبتفيد أسرتك وبتكون ناجح وبتشعر بالفخر والاعتزاز لأن أنت أصبحت نواة لرجل أعمال ناجح طبقت الدراسة النظرية والعملية في المجال التجاري وفي الحالة العملية بتستخدم البيئات في دراسة خواص الماكروبات زي ما قلتلكم من شوية وبتستخدم البيئات عند دراسة قدرة الماكروبات على إنتاج الكحول والإنزيمات والمضادات الحيوية بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون إحنا درسنا مع بعض التعقيم وعرفنا تعريفه وعرفنا أغراضه وعرفنا طرق التعقيم وعرفنا أيضا أجهزة التعقيم وكيفية استخدامها واخدنا فكرة مبسطة عن البيئات الغذائية واخدنا تعريفها والشروط الواجب توفرها في البيئة الغذائية واخدنا أيضا أهمية تحضير البيئات الغذائية المختلفة للماكروبات بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور والشلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته